في كتاب عن الولاء والانتماء وكيفية حب الأوطان ده القوات المسلحة يعني عملت اجتماع كبير إزاي إن الشباب عاوزين نديهم قدوة قدوة للذي يبزل الجهد ويبزل العرق ويبزل الدماء في سبيل هذا الوطن وبالتالي هذه المادة بتدرس لكل الشباب في الابتداء وفي الاعداد وفي الثانوي حتى في الجامعة حتى أنه يوجد في القوات المسلحة قيادة اسمها قيادة الدفاع الشعب والعسكري مسؤولة عن الجامعات كلها في محاضرات في تعليم الانضباط العسكري في اسبوعين في كل سنة لهؤلاء الطلاب في الجامعات كلها بيتم تدرسهم النماذج المضيئة حتى الذين قاموا بعمليات أو أصيبوا أثناء عمليات عسكرية نتيجة الإرهاب بيروح يلقوا محاضرات لهؤلاء الطلبة فبينلاقي أن مثلا نقيب أو رائد رجله مش موجودة أو دراعه أو عينيه وبيروح يقدم محاضرة والناس بيشوف القدو بقى ده يعني هذا النموذج العظيم اللي هو فقط جزء من جسمه علشان تحية مصر وفقط عينيه علشان تشوف مصر وبالتالي بنجد أن الطلبة بيبقوا مندمجين جدا مع ذلك وبالنسبة لي أنا كنت في محاضرة من المحاضرات لأحد الجامعات الحكومية وبتكلم عن في حرب أكتوبر كان فيه شهيد اسمه اللغم البشري لغم بشري يعني اللغم بنعلم أنه هو مواد متفجرة كده بتقضى على الأرض وتخفى زي ما احنا بنشوف العبوات المتفجرة اللي كانت بتحدث خسائر في قواتنا في سيناء ولكن لأن قواتنا امتلكت أحدث أجلسة الكشف وتفجير تلك العبوات معناش بنسمع عن انفجار مثل تلك العبوات ده في حرب أكتوبر المجيدة في ستة أكتوبر وعلشان نمنع دبابات العدو احنا لسه ما فيش كباري ولا بننسب لسه الكباري لم يتجهز ويدوب القناة عرضها مية وسبعين متر الناس بياخدوها سباحة أو في القوارب ما فيش دبابات علشان تجابه العدو كان عامل احتياط دبابات فبنعمل ايه قلنا نبر مجموعة من الصعقة تعطل الدبابات دي في مكانها حتى لا تقوم بالتدخل فيها أثناء العبور الزخيرة بتاعت الجنود دولة خلصت واحد منهم معاه لغم المفروض اللغم بيحطه علشان الدبابة تقوم بالمرور فوقه فتنفجر هو شاله على ظهره وزحف لغاية المكان اللي هتيجوا منه الدبابات وانتظرها وهي متحركة داست عليه انفجر تستشهد هي تدمرت وقف الرت وبالتالي نجحت عملية العبور فبسألهم سؤال من فيكو الشباب هذه الأيام طبعا من فيكو يستطيع أن يكون مثل هذا اللغم البشرية أنا قلت بقى أن كله حيبقى خائز زي بقى روح أموت نفسي مثلا لا لقيت أن كله بدل ما يرفع ايديه أنا قلت له مرفع ايديه كل وقف البنات أكتر من الأولاد اللي موجودة وده هو شباب مصر العظيم زي ما كان شبابنا هو وقود حرب 73 شبابنا الآن هو قاطرة التنمية في البناء والتنمية شبابنا مجبلة مجبلة